قرر الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظة شمال سيناء تشكيل لجنة لإعداد المخطط الكامل للتطوير مدينة الشيخ زويد وأكد المحافظ أن مشروع التطوير طبقا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعويض أهالي الشيخ زويد وتوفير كافة الخدمات والمرافق اللازمة لهم مشيرا إلى أن توجهات الرئيس بسرعة تطوير المدينة لتحقيق الاستفادة لأكبر عددا من المواطنين من أية مشروعات يتم تنفيذها ترجمة نانسي قنقر